تجددت الحرائق اليوم في شمال كندا بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة ما أجبر السلطات على إخلاء مدينة هاي ريفر بشكل تام وشمل ذلك عناصر الإطفاء والعمال الأساسيين وأمرت الحكومة في المنطقة الشمالية الغربية جميع السكان في هذه المدينة التي يقيم فيها أربعة ألاف شخص بالتوجه إلى المطار وانتظار تعليمات جديدة هذا وتم إجلاء ثلثي سكان الشمال الكندي المترامي الأطراف والبالغ عددهم 41 ألف نسمة إلى المقاطعات المجاورة وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها خصوصا بسبب جفاف يسود قسما كبيرا من أراضيها